نادي الزمالك أوضاعه مختلفة، شوفوا رغم أنه النادي الأهلي حيمشي مدير فن الدنيا مقلوبة نادي الزمالك الأمور هادية فيه، فتسألوني ليه ده؟ المكسب المكسب بيعمل كده، المكسب يلم الفرق فترة من الفترات كان العكس هو دايماً اللي بيحصل كان النادي الأهلي بيكسب فالأمور كلها متغطية المشاكل كلها مستخبية الإعلام مش قادر يفتحها، بكلمكم بصراحة، أنا بكلمكم بصراحة ومطلقة ما تقدرش تيجي ناحية حاجة بتحصل أخطاء أو مشاكل بتحصل جوة النادي الأهلي والنادي الأهلي بيكسب بطولات إفريقيا وعمال بيكسب دورة وعمال بيكسب كاس وعمال يروح كاس العالم الأندية ما لهاش معنى وهو ده دلوقتي اللي حصل إنه النادي الأهلي بيمر بحالة من حالات عدم الاتزان فيما تعلق بالبطولات وتحديداً خروجه من بطولتين وراء بعد كاس مصر والبطولة الإفريقية فده منعكس على فكرة المدير الفني من استمراره وناس كلها بتتكلم فيه وده وضع طبيعي نادي الزمالك المدير الفني بتاعه هم هادين شوية في الاختيارات بسخلوني يعني أقول لكم معلومة مؤكداً أن نادي الزمالك عايز جيب مدير فني أجنابي محترم برضو عشان للأمانة المقابل المادي بقى هو سر التأخير لحد دلوقتي فيه إعلان نادي الزمالك عام مدربه الجديد لحد دلوقتي نادي الزمالك بيحاول عندهم صعوبات عندهم صعوبات وصعوباتهم أو صعوبات مجلس الإدارة أو صعوبات اللجنة بتتمثل فيه إنه النادي خلاص تعرف إنه بيغير مديرين فنيين بشكل كبير سريع دورة فيه دورة تغيير المدير الفني ناج سريعة جداً أربع خمس مرشات ولا حاجة وما بيكملش وبالتالي ده منعكس شوية على فكرة التعاقد مع مدير فني أجنابي حتى ولو نادي الزمالك رصد إنه يجيب مدير فني قوي بيخبوا دلوقتي الإدارة الروماني بولوني لتحديد شروطه لتدريب الفريق اللجنة المخصصة للتعاقد مستنين رد المدير الفني هو اللي قد نمح حضراتكم على الشاشة صورته علشان يحدد إذا كان حيبقى موجود فيه نادي الزمالك ولا لأ هو كان سبق له قيادة منتخب رومانيا وسبورتينج لشبونة بورتغالي ورينو موناكو الفرنسي والجزيرة الإماراتي والاتحاد السعودي فيه كمان وكيل من وكلاء اللاعبين بيعرض كريس كولمن على الزمالك لخلافة الكابتن محمد حلمي أحد الوكلاء وده وقت السيارة الزتية كلها يعني ده وقت السيارة الزتية داربي الويلزي كريس كولمن اتعرض اسمه على مسؤولي الزمالك ومسؤولي الزمالك طلبه من الوكيل تفويد من المدرب عشان تأكيد مصدقية العرض خليني بس أقول لحضراتكم بنقصين كده استحالت ترشيح كولمن المرشح الأبرز لتدريب هال سيتي بسبب الراتب السنوي الضغم المدرب يعني الرجل بياخد رقم كبير فضلا كمان عن تمسك الاتحاد الويلزي بالرجل بعد تلقيه عرض من هال سيتي نقطة مهمة رغم أنه الاسم بيتقال أنه مطروح كولمن بياخد مع ويلز 350 ألف سترليني تقريبا بيساوي 4 مليون جنيه وهال سيتي عرض على كولمن عقد سنوي مليون ونص سترليني يعني 17 مليون جنيه اشتركوا في القناة